قانون جستا المعروف باسم العدالة للضروعة الإرهاب والذي ثبته الكونجرس الأمريكي رغم فيتو الرئيس أوباما آثار قلقا في الداخل الأمريكي وحول العالم الخارجية السعودية أيضا اعتبرت مثل هذا القانون مصدر قلق حيث رأت فيه إضعافا للحصانة السيادية والأعراف الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول منذ مئات السنين كما أن تأثيره السلبي لن يتوقف فقط عند الدول الأخرى بل سيمتد إلى الولايات المتحدة نفسها رغم صدور القانون من جانبها موقف الإدارة الأمريكية كان واضحا أعربت عن معارضتها لقانون جستا بصيغته وذلك على لسان أكبر مسؤوليها وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية وفي ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية أعرب خبراء الأمن القوم الأمريكيون عن رفضهم لمشروع هذا القانون وجاء فيتو أوباما بمثابة جرس الإنذار الأخير ولكن دون جدوى وإذا كان المصدر السعودي اختتم تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جستا فإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي سيودع البيت الأبيض نهاية هذا العام اعتبر تصويت الكونغرس ضد الفيتو الرئاسي مسيسا ومتجاهلا للعواقب الخطيرة التي يخلفها محذرا من أن إصدار هذا القانون يعني أن المسؤولين الأمريكيين حول العالم قد يكونوا مهددين بالمثل ما يسمح للحكومات الأجنبية بإعطاء الضوء الأخضر لمحاكمها بممارسة ملاحقة قضائية على الولايات المتحدة ومسؤوليها طلعت موسى العربية